اسم الدرس الهيكل العظمي للإنسان أنواع العظام الهدف أولاً أتعرف أجزاء الهيكل العظمي للإنسان ووظيفته ثانياً أتعرف أنواع العظام التي يتكون منها الهيكل العظمي للإنسان أتنبه وأبحث بمناسبة عيد الأطحى ذهبت مع أبيك إلى سوق الخرفان فلاحظت أنه يتحسس الخروف قبل شرائه لماذا؟ الإجابة يتحسس أبي الخروف قبل شرائه لمعرفات هل الخروف سمين أم لا؟ فإذا تحسس عظامه يعني أنه هزيل ولا يشتريه أقوم بجس أعضاء جسمي ماذا ألاحظ؟ الإجابة عند تحسس أجسامنا نلاحظ وجود أجزاء قاسية من جسمنا دون أن نراها أتماعن الوصائق التالية وأتعرف ما الذي يعطي شكل الأجسام الثلاثة الإجابة العظام هي التي تعطي شكل جسم الكائنات الحية الفقرية أفكر شاهد فراس شريطاً حول الدينسورات وتعرف إلى حجمها وطولها وأشكالها ونمط حياتها تعجب من عظمتها وسأل أباه كيف تمكن العلماء من تركيب أجسامها رغم أنها انقردت منذ عهود طويلة؟ أعبر أوضح كيف تمكن العلماء من تركيب أجسام الدينسورات رغم أنقرادها استناداً إلى الآثار والأحفورات التي عصر عليها علماء الآثار وبعد تجميعها ودراستها تمكن العلماء من معرفة شكل الدينسورات وحجمها أجرب وأتثبت النشاط الأول أتأمل جيداً الوصائق المقدمة وأحاول التعرف على الحيوان الحيوان عدد واحد هو الحيوان عدد إثنان هو الحيوان عدد ثلاثة هو الحيوان عدد واحد هو ديناصور الحيوان عدد إثنان هو حصان الحيوان عدد ثلاثة هو كرد أو غورلة استنتج الهيكل العظمي يعطي الإجابة الهيكل العظمي يعطي شكل الجسم النشاط الثاني أخذ سروالاً وأحاول أن أجعله واقفاً أخذ كذلك صداراً وأقوم بنفس العمل هل يبقى السروال والصدار واقفين؟ لماذا؟ الإجابة لا لا يمكن للسروال أو الصدار البقاء واقفين لأنهما لا ينتصبان بذاتهما أستنتج السروال والصدار يسقطان لأنهما لا ينتصبان بذاتهما فهما يأخذان الإجابة السروال والصدار السروال والصدار يسقطان لأنهما لا ينتصبان بذاتهما فهما يأخذان شكل قامة الإنسان النشاط الثالث أتأمل الصورتين هل أن الجسمين لهم نفس الشكل؟ لماذا؟ الإجابة الجسمان مختلفان من حيث الشكل لأن للإنسان هيكل عظمي يجعل الجسم متماسكا بينما الأخطبوط رخوي النشاط الرابع أحاول رسم الهيكل العظمي لإنسان وأحدد الأجزاء التي يتكون منها الإجابة يتكون جسم الإنسان من ثلاث أجزاء تتمثل في الجمجمة الجذع الأطراف أستنتج يتكون جسم الإنسان من ثلاث أجزاء الإجابة الإجابة تتكون من عظام العمود الفقري والأضلاع وعظم القص عظام الأطراف تتكون من عظام الأطراف العلوية والأطراف السفلية النشاط الخامس أتأمل الصور هل أن العظام لها نفس الشكل؟ الإجابة لا لا تملك العظام نفس الشكل إذ نجد منها العظام المسطحة كعظام الجمجمة والحوض ولوح الكتف العظام الطويلة كعظام العدد والفغذ العظام القصيرة كعظام مشط اليد ومشط القدم أو السلاميات والفقرات أو عظام العمود الفقري أستنتج العظام ثلاثة أنواع عظام طويلة مثل عظم الفخز عظم الشظية بالطرفين السفليين عظم العدد عظم الكعبرة عظم الزند بالطرفين العلويين عظام قصيرة مثل فقرات العمود الفقري سلاميات أصابع اليدين والرجلين عظام الكف عظام الرسغ عظام المشط عظام مسطحة مثل عظام الحوض عظام لوح الكتف عظام الجمجمة عظام الأضلع أطبق النشاط الأول أكمل بوضع أسماء الأجزاء في الإطار المناسب مكان الأرقام الإجابة الجمجمة الجزع الأطراف النشاط الثاني أربط كل عظم بنوعه وبالجزء الذي ينتمي إليه لوح الكتف الفقرات عظم الكتف مسطحة قصيرة طويلة الجزع الرأس الأطراف الإجابة نشاط الثالث أكمل برسم الجزء الأيسر لجسم الإنسان الإجابة شاهد فراس مع أخته فرح شريطاً وثائقياً حول الحيوانات الغابية فلاحظ أن الثعابين تلتف حول جذوع الأشجار فسأل أخته كيف تتمكن الثعابين من الالتفاف في شكل كعكة حول نفسها بينما لا يستطيع الإنسان ذلك الإجابة الهيكل العظمي للثعبان يتكون من عظام قصيرة تربط بينها مفاصل شديدة المرونة تسهل حركة الثعبان السلسة في كل الاتجاهات وتمكنه من الالتفاف حول نفسه أقيم مكتسباتي ألف الهيكل العظمي للإنسان يعد حوالي المئتي عظم منفصل منها واحد وعشرون زوجا من الأضلاع وثلاثة وثلاثون فقرة عظام الأطراف وحدها مئة وثمانية وعشرون عظما وكتلة العظام تمثل ثلثة كتلة جسم الإنسان باء أحاول صنع هياك العظمية لحيوانات باستعمال الورق المقوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر